معلومات جديدة حول الشخص الذي أقدم على حرق المصحف وتسبب بموجة غضب دولية ضد السويد سجل الشرطة يكشف أن سلوان موميكا مدان بجريمة تهديدا بالقتل حيث وعجهت له الشرطة في صيف 2021 شبهة تهديد زميله في الشقة بالقتل بينما كان يحمل سكينا ورغم إنكار سلوان ذلك أدانته المحكمة وحكمت عليه بثمانين ساعة من الخدمة المجتمعية وقبلها بأشهر قليلة كان سلوان حصل على صفة لاجئ وإقامة في السويد لمدة ثلاثة سنوات في إبريل 2021 وبعد الضجرة التي أحدثها حرق المصحف أعلن سلوان على صفحته في فيسبوك نيته حرق نسخة من المصحف والعالم العراقي مجددا أمام السفارة العراقية في ستوك هولم بعد أيام وكانت الكمبس نشرت تقريرا يظهر أن سلوان ميليشيوي سابق دخل في صراع مع الفصائل التي تحارب تنظيم داعش في العراق قبل أن يأتي إلى السويد وينضم إلى حزب ديمقراطي السويد SD كما يقول هو نفسه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر